بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسنين نبينا محمد على آلي وصحفي أجمعين أخواني وأخوات الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محدثتكم دكتورة بسم الجابري أنا استشارية أطفال في تخصص الاضطرابات النمائية والسلكية الاضطرابات العصبية الحركية والاستقلابية أستاذ مساعد في جامعة الملك عبدالعزيز في كلية الطب يسعدني وشرفني أن أكون منصقة لمحاضرتنا لهذا المساء والتي هي بعنوان لتدوم ابتسامتي هذه المحاضرة تحت إشراف وتنسيق وإعداد جمعية خطة توحد الأهلية يسرني ويشرفني أن أقدم محدثتنا لهذا المساء الدكتورة هبة عبدالكريم فاذن الدكتورة هبة أشهر من نار على العلم في تخصص طب الأسنان لذوي الإحتياجات الخاصة هي استشارية طب الأسنان في مستشفى الأسنان الجامعي في مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز لديها اختصاص في الرعاية الخاصة والتنميم في طب أسنان ذوي الإحتياجات الخاصة من جامعة كينغز كوليج من لندن حصلت أيضا على الماجستير في التعليم الطبي من جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز لبعلم الصحية في جدة لديها أيضا احتراف التدريب التطويري للكوادر الصحية والأكاديمية ما شاء الله قوة إلا بالله منذ 17 عاما هي مدير طبي دولي معتمد في الفريق الطبي للأولمبياد الخاصة بذوي الإعاقة حصلت على درع تكريم وتقدير من سمو الأمير محمد بن نواخ سفير المملكة العربية السعودية في المملكة المتحدة خلال فترة التعافي دكتور هباي شرفنا حضورك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسعيدة باستضافتكم جمعية خطة التوحد ما شاء الله تبارك الله يعني هذا الاهتمام منكم مبشر بخير كبير خصوصا لهذه الفئة الجميلة الرائعة اللي احنا بنحاول نذلل لها الصعوبات عشان تلقى يعني كل حق واجب علينا احنا نحوها من ناحية الصحية أو التعليمية وأهلهم يعني ومن يرعاهم كذلك فإن شاء الله أتمنى أنه اليوم تكون المحاضرة خفيفة ولطيفة حاولت أخليها مباشرة في الموضوع سهلة بسيطة بحيث أنه توصل المعلومة بطريقة سالسة وفي نفس الوقت إذا في أي أسئلة يكون في مجال بعد ما أخلص إني أسمع أسئلتكم فلذلك أنا دائما أقول يعني أحيانا في أربع أنواع من الأسئلة في السؤال اللي هو ممكن يكون دايركلي في الموضوع وممكن الدكتورة يعني تكتبوه في الشات بوكس في منطقة الأسئلة ودكتورة بس ما هتقول لي عليه إذا كان مباشرة في الموضوع وكده أنا ما عندي مانع أثناء المحاضرة نفسها ممكن في أسئلة تكون سابقة لوقتها يعني هيجي سلايد هيجي شريحة هتكون عليها فهنأجل السؤال هذا لاحقا أحيانا ممكن تيجي أسئلة شوية خارج الموضوع فأستأذنكم أنه نخلي لها وقت لاحق خارج وقت هذه المحاضرة وخارج يعني هذا السياق إذا ما كانت مباشرة بموضوع صحة فم أسنان ذوي التوحد كمان في السؤال الرابع اللي إحنا دايما نقول فوق ذو كل ذي علمين عليم بيكون في سؤال إحنا يعني جميعنا نبحث عن إجابته فممكن نرجع إجابته لحين نبحث عنها ونعود عن طريق الإيميل أو في زيارتي في العيادة أهلا وسهلا فيكم ممكن نناقشها بإذن الله تعالى أتمنى من الجميع أنه يغلق يعني الرنين حق الجوالات حقتهم عشان نقدر نكون يعني أفكارنا متصلة ويعني الفائدة فعلا تعوم علينا جميعا وأنا أول واحدة هنا حطيت الجوال حقي على سايلنت هبدأ معاكم الآن بتعريف بسيط عن في هذه المحاضرة هنتكلم عن تخصصي وهنتكلم عن كيف نقدر نؤدي العناية اللازمة لذوي الإحتياجات الخاصة خاصة ذوي الطراب التوحد بحاول 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 بكتورة بس ما ينفع من عندك ولا بس من عندي الحركة من عندك يا بكتورة اي لأنه من عليك لو كان بتحرك ممكن تشوفي الماوس أو الأروس بسم الله لو كان بتحرك وبيتحرك هذه المحاضرة قدمناها أكثر من مرة في اليوم العالمي اللي ذوي الإحتياجات الخاصة الحمد لله كانت مفيدة مين اللي نقصدهم من ذوي الإحتياجات الخاصة في الطب أسنان ذوي يعني هذا التخصص بالذات هذا التخصص هو تخصص جديد عالمياً هو يعني يعني يعنى بفقط هذه الفئة من الناس طب أسنان ذوي الإحتياجات الخاصة أو الطب الرعاية الخاصة اللي هو بالانجليزي special care dentistry فمن هم الفئات اللي إحنا بنغطيهم في طب أسنان ذوي الإحتياجات الخاصة هو إحنا بنقدم أي شيء لعلاقة بصحة وفم الأسنان يعني مو بس الأسنان الأسنان اللسان اللثة الأنسجة المحيطة بيها لكل من عنده قصور صحي أو عضوي يعني ممكن يكون إنسان طبيعي جداً لكن عنده مرض زي مرض الكبد الوبائي ثلاثيميا أنيميا مرض السرطان مرض الـ HIV وغيرها من الأمراض الناس اللي عندهم إعاقات حركية في أحد الأطراف أو شلل رباعي أو شلل نصفي الفئة الثالثة الإعاقات الحواسية زي الصم والبكم والعمي عندنا الإعاقات الذهنية متلازمة داون ضمور في المخ السريبرال أو الناس اللي عندهم توحد طبعاً إحنا عارفين أنه التوحد عبارة عن طيف فقد يكون يعني الإعاقة الذهنية واضحة أو قد لا تكون واضحة فإحنا بنتعامل مع كل هذه الفئات يعني حسب الـ حسب هما فين يقعوا بالضبط في الطيف اللي عندهم إعاقة نفسية مثلاً شيزوفرينيا نوع من الانفصام النفسي الاكتئاب البيبولر ثنائية القطب هدولا أيضاً يحتاجوا رعاية خاصة وفهم خاص لحالتهم وعلاقته بصحة الفم والأسنان فنقدمها لهم إعاقات شعورية يعني إيش إعاقات شعورية يعني أي أحد عنده خوف مفرط من زيارة طبيب الأسنان يعني وهذا التعريف يعني إحنا مختلفين عن مثلاً الرعاية الخاصة أو الـ اللي له علاقة بالـ بالتعليم مثلاً أو بأي مجال آخر إنه إحنا عندنا فئة يعني زي ما تقولوا فئة زايدة اللي هي أي أحد عنده خوف مفرط لا يستطيع الذهاب إلى طبيب الأسنان بسبب هذا الخوف مع إنه طبيعي عقلياً ونفسياً وعضوياً لكن الخوف فقط هو اللي يمنعه وهذا نسميه خوف مرضي وقد يكون يصل إلى درجة الفوبيا فهدول أيضاً من الناس اللي إحنا بنشوفهم في تخصصنا الرعاية الخاصة أيضاً الإعاقات الاجتماعية يعني مثلاً الناس اللي يكونوا في الدور دور المسنين دور الرباط السجون الأماكن اللي هي يكون فيها مثلاً أحداث اللي يكون فيها نوع من العزلة الاجتماعية عن المدينة وعن المرافق الطبية الأساسية اللي موجودة في المدن حتى لو كانت مثلاً هجر بعيدة أو قرى بعيدة هذه تقع أيضاً ضمن تخصص طب أسنان ذوي الاحتياجات الخاصة طب الرعاية الخاصة قد يكون يعني هذا القصور بصفة دائمة أو قد يكون بصفة مؤقتة فأيضاً يعني ممكن الناس يزورون مؤقتاً بعد كده إن شاء الله تتعدل حالتهم ويروحوا بعد كده لطبيب الأسنان العادي العام أو في التخصصات الأخرى فهذا جائز جداً قد يكون بسبب تقدم العمر قد يكون الإنسان عنده أكثر من إعاقة في نفس الوقت يعني إعاقة حركية مثلاً مع إعاقة ذهنية أو إعاقة يعني حواسية مثلاً أو إعاقة صحية فهي تيجي مجموعة من الإعاقات في غالب الأحيان مع بعض طيب إيش اللي إحنا نحتاجه عادة قبل ما أي أحد يقول أبغى أجي وأزور عيادة طبيب الأسنان لازم نطلب تقرير خاص بالابن أو الابنة بحيث إنه يكون جديد ملم بحالته من كل النواحي الصحية فهذا مهم جداً لما يجي أحد عند طبيب الأسنان وهو ما هو جايب هذا التقرير بيؤخر العلاج اللي إحنا نقدر نقدمه أو يؤخر إنه نعالج العلاج الأمثل فدائماً التقرير هذا يكون في جيبك معاك كأب أو كأم أثناء زيارة أي طبيب أسنان حتى لو ما جيته لأحد من التخصص يعني حقنا إذا بيأخذ أي أدوية كثير من مرضانا ذوي التوحد يكون عنده أدوية أخرى فلازم حتى لو ما لها علاقة مباشرة بالتوحد لها علاقة بالمثلاً الغدة الدرقية بنقصها بزيادتها لعلاقة بأي شيء آخر ضروري يذكر هذا الشيء للطبيب ويكون عندكم الوصفة الطبية حقتكم موجودة بأسماءها العلمية أو الجرع الموصوفة تكون واضحة أثناء الذهاب لطبيب الأسنان أي توصيات طبية خاصة بالحالة يعني المفترض أنه أثناء زيارتكم للطبيب الخاص بالابن أو الابنة تسألوا أنا رايح لطبيب الأسنان اليوم غالباً هيكون فيه مثلاً حشوات أو خلع أو هل الابن عنده أي يعني توصية خاصة أنا أبلغها لطبيب الأسنان فيحتاج هذه أيضاً الشيء يكون كاتبه فإذا الابن عنده حساسية من مادة معينة من إبرة معينة من دواء معين هذا الأشياء لازم تكون أيضاً موجودة معاكم وتجيبوها معاكم سواء مكتوبة أو أنتوا تكونوا عارفينها كويس بعد كده بعد الزيارة إذا فيه أي شيء آخر هتكون يعني توضع الخطة العلاجية وهيناقشها طبيب الأسنان معاكم بمراعاة ظروف الظروف المرض نفسه يعني في أي فئة يقع هل هو mild moderate أو severe هل هو يعني توحد بسيط أو فيه شوية يعني يصاحبه بعض الصعوبات والتحديات أو هو يعني عنده توحد شديد فكل الحالات هذه بيوضع لها خطة علاجية مناسبة حتى من الناحية الاجتماعية إحنا بنضع لها اعتبار في الخطة العلاجية طيب لما تيجي كأهل لذوي التوحد طبعا إحنا تخصصنا موجه فقط للكبار يعني إيش؟ يعني لما يكون الطفل إلى سن 13-14 سنة من ذوي التوحد وعنده خراج عنده ألم في أسنانه يتوجه إلى تخصص طب أسنان الأطفال طب أسنان الأطفال وليس لدينا إحنا في العيادة لما ينتهوا طب أسنان الأطفال يبدل الطفل هذا أسنانه كلها في هذه الحالة يتوجه إلينا وتتم تحويل الحالة إلينا وناخدهم من سن تقريبا 14 سنة فما فوق بيكونوا في التخصص تبعنا اللي هو طب الرعاية الخاصة أو طب أسنان ذوي احتياجات الخاصة طب إيش الرعاية اللي يقدمها الأهل؟ فإيش نحتاج تعاونكم؟ فإيش نحتاج يعني وجودكم معانا ذهنيا ونفسيا وإعانة حتى حركية أنا قسمتها إلى ثلاثة يعني مجموعات من زي ما نقوله النشاط التعاوني قبل الزيارة التهيئة الذهنية كثير من أبنائنا الأعزاء إذا إحنا وريناهم فيه بيكون رابط اليوتيوب لطفل جيد في زيارته أو كبير حتى يعني يقوم بالسلوك الصحيح في زيارة طبيب الأسنان وهو على كرسي الأسنان بيقعد مؤدب بيقعد كويس ما بيتحرك كثير فإذا كان الإبن من النوع اللي عنده إعاقة يستوعب هذا الشيء وكثير من اللي بيجوني في العيادة فعلا بيكونوا من هذا النوع فجميل أنه أنا أهيئه ذهنيا أخليه يتفرج على هذا النموذج نسميها نمذجة على اليوتيوب شوف كيف ما شاء الله عليه ممتاز راح وبكل أمان وبكل حرص راح أو إذا عنده أحد من الأسرة راح لطبيب الأسنان قبل لكن يكون هذا الإنسان يعني مش خواف ما بيديه أي نموذج سلبي لا هو نموذج إيجابي شجاع بيجلس هادئ يعني بيتعاون مع سلوكيا مع طبيب الأسنان فإحنا نوري له هذا النموذج سواء كان أب أم أو أخ أو أخت لهذا المريض مهم جدا أنه إحنا نعرف كمان إيش اللعبة المصاحبة إيش الشيء اللي يحبه طفلنا طبعا إحنا هنا هيصير كبير يعني ابننا أو بنتنا شيء يحب يمسكه سواء كان دائما يعني من المعروف الأشخاص اللي عندهم توحد في لعبة معينة في آيباد في مثلا كده شنطة معينة بنت تحب تمسكها أحيانا بطانية معينة ميكي ماوس حاجة حتى هم كبار بيجيبوها معاهم بتشعرهم بالأمان تشعرهم بالمؤانسة بالألفة للمكان فجميل أنه هذا الشيء كمان يجي معاهم عادي جدا أنه هذا الشيء يجي معاهم إذا في أي نوع من التهيئة اللي تعرفوا أنها هي ممكن تريح الإبن أو الإبنة فممكن هذه مناقشتها مع الطبيب قبل الزيارة فإذا في صوت معين يحبوا يسمعوا في ناس يحبوا مثلا صوت المكيب في ناس يسمعوا صوت في صوت معين يحبوا أنهم يسمعوا فهذا برضو ممكن إحنا نهيئوا في العيادة قبل زيارة قبل زيارة المريض لطبيب الأسنان من المهم أحيانا إحنا عادة يكون عندنا نظارات طبية تكون غامقة شوية عشان عيون الطفل لأنه الإبن أو الإبنة اللي عندهم توحد أحيانا الضوء المسلط من على كرسي الأسنان عليهم مباشرة أثناء الجلوس يكون مزعج لهم وقد يعني يبدأ يسبب شوية التوتر أو شد أو يعني نوع من الاستجابة اللي ما نبقاها فإذا ما كان إحنا دائما نقول للأهل والأب والأم وكده يجيبوا نظارات شمس معاهم عند طبيب الأسنان في حالة أنه الطبيب ما عنده فإحنا يعني نكون إيش يعني تجنبنا أنه هذا يحصل أي إزعاج أو أي توتر بسبب الإضاءة فهذا مهم جداً مهم جداً كمان قبل الزيارة أنه إحنا نكون مهيئين في يعني جايين بالسيارة مثلاً قبل نصف ساعة من الموعد دخلنا يعني في الوقت المناسب عشان نلاقي موقف لأنه أحيان كتير يجوا مثلاً متأخرين فالوقت المتاح أنا حط ساعة لو راحت نصف ساعة أنا ما بيقلي وقت فيزعل الأهل أنه إحنا نعتذر عن استقبال المريض في الوقت المتبقي لأنه أنا أحتاج تهيئة كاملة أحتاج ساعة كاملة لما أنت تيجي متأخر أنا ما أقدر أقدمها التهيئة الكاملة المناسبة اللي تخليه متعاون معايا فأقل من هذا الوقت فمهم اعتبار الوقت اعتبار الوقت قبل الزيارة هذا مهم جداً جداً وتيجوا على وقت الزيارة بحيث أنه لا ينتظر كثيراً في غرفة الانتظار يستطيع أنه هو يدخل مباشرة للطبيب فيقل حتى التوتر عنده يعني نوع من المداراة له أو لها أنه يدخل على طول عند الطبيب طيب هني يقول أثناء الزيارة لما اندخلنا عند الطبيب إيش اللي إحنا ممكن نساعد فيه طبعاً إحنا زي ما قلنا نقسم دائماً اللي عندهم إعاقات ذهنية إلى يعني فئات أحياناً يكون اللي يكون عنده طيف التوحد بسيط جداً فهو يؤثر بس في عملية الاتصال لكن هو عقلياً ومنطقياً بيكون يعني جداً متفهم يعني أنا عندي طالب هو مطالب هو حالياً تخرج ما شاء الله من من كليات الحاسب الآلي وما شاء الله يفهم تماماً لما أتكلم معاه هي عنده مشكلة التواصل أحتاج أنا أراعيها طبعاً بطريقة كلامي معاه وكده ومقاطبتي لكن هو بيجي الوحد للعيادة بيدخل بيخبط الباب بيجلس جداً يعني ما شاء الله متعاون بيعرف يعبر لو أسأله أي أسئلة عن تاريخه المرض إذا أخذ أي أدوية جديدة إذا مرض بيجاوبني إجابات صحيحة هذه الأشياء كلها يعني أول مرة جاء ثاني مرة يمكن أول ثلاث زيارات مع والدته بس بعد كده خلاص سري جيني الوحده سري عارف العيادة سري عارف إيش اللي بيحصل فهذا نوع هذا يعني يعتبر بسيط جداً في نوع لا متوسط يحتاج مننا أخذوا عطاء ويستجيبوا للكلمات فأنا الكلمات الإيجابية مهمة جداً جداً لما يجي الأب والأم أطلب منهم أحياناً أنهم لا يتحدثوا إذا كان الكلمات غير مناسبة غير مساعدة يعني إيش يعني لا تخاف مثلاً أبسط شيء لا تخاف لا تخاف ويكرروها هم الآن بيثيروا فكرة الخوف عند المريض بيثيروا فكرة أنه ما هتتألم ما رح يوجعك هذه كلها مثيرات فأنا إحنا لا نستخدم هذه الكلمات نستخدم هيكون إن شاء الله العلاج سهل بسيط هيكون الأمور تمام بنستخدم نبرة صوت هادئة كل هذه الأشياء مهمة جداً ومؤثرة جداً على المريض وأثناء علاجه مهم جداً نبرق صوت الطبيب مهم جداً أنه الطبيب يخاطب مباشرةً المريض وينظر له حتى لو معروف أنه مرضى توحد يعني التواصل البصري عندهم ضعيف أو يكاد أحياناً يكون ما هو موجود نهائياً فمهم أنه مع ذلك يشعر باهتمام الطبيب ويكون في يعني الكلمات المساندة لو الأب وأب والأم هيكونوا موجودين وهذا الشيء هيساعد فنفضل أنه يكونوا موجودين في العيادة ويساعدون بالكلمات الإيجابية المناسبة لكن إذا لم يكن كذلك فهم بينتظروا في غرفة الانتظار مشكورين إلى أن ننهي العلاج بيسر وسهولة الدعم الجسدي إيش أكصد بالدعم الجسدي؟ في الحالات المتوسطة أو الشديدة أحياناً يكون في مقاومة شديدة من عند المريض فيبدأ يرفس يحرك يده يحرك رجوله يحرك فأنا ما ها أقدر أتحرك ما ها أقدر أني أنا أشتغل عليه والحالة لا تستدعي بشكل كامل أني أنا أحطه تحت التخدير الكلي فأنا إما هاستخدم يعني الظروف المناخية العادية في العيادة تحت التخدير الجزئي العادي بإبرة البنجة العادية أو هاستخدم بعض المنوبات وهنا أنا أحياناً بأطلب من الأب والأم أنهم يتوجهوا للطبيب المعالج مباشرة على الحالة أنه يعطيهم إذا ممكن يعني نوع من أنواع المهدئات اللي قبل ما يدخل على طبيب الأسنان بنص ساعة يكون أخذها وبالتالي لما يدخل يكون خلاص هادئ المريض خاصة اللي يعرفوا أولادهم أنهم شوية حركين زيادة أو غير متجاوبين أو ممكن يكون في نوع من يعني الركل أو الرفس أو البوكسات ففي الحالات هذه إحنا بنطلب منهم أنه يكون هذا الشيء موجود إحنا يعني خارج المملكة حقيقة لما كنت في بريطانيا كنا بنعطي إبر مدازل إبر مخصوصة للتهديئة لكن هالي إلى الآن إحنا يعني لغير متواجدة هنا للأسف يعني إلى أن يتم تطوير هذا النظام هنا في السعودية فإحنا يا إما عندنا العيادة يا إما بندخل تحت التخدير الكلي ومو كل الحالات تصلح للتخدير الكلي فأحيانا كثير من الحالات الحمد لله توفقنا أنه إحنا نقدر نعالجها فقط في عيادة الأسنان بقليل من التعاون من الأهل ويعني بروتوكولات كده معينة وخطة معينة عشان يتم فيها إذا صح التعبير ترويض الشخص المصاب بحيث أنه خلاص يتهيأ تماماً ويألف ويأنس للطبيب والعيادة والممرضة اللي واكفة وهكذا فالدعم الجسدي هنا بيكون في حالة أنه في حركة شديدة أنه الأب والأم بيمسكوا الإبن أو الإبنة من ناحية اليد أو الرجول بطريقة أنه يعني تضمن سكونهم إلى أن ننهي العلاج بإذن الله عندنا أيضاً بعد الزيارة طب بعد ما أنا خلصت الزيارة طبعاً مهمة التفريش هذه مهمة أساسية أحياناً يقولوا لي قولي له قولي لها أنه كده التفريش أنا ممكن أقول لها من باب التحفيز لكن في الحقيقة هي مسؤولية الأب أو الأم أو الشخص مثلاً الأخت أو الأخ الشخص اللي إحنا يعني هو دائماً موجود في الرعاية الصحية والبدنية للمريض فالتفريش ليس في حالتهم هما يعني ليس على المريض يحرج هي ليست مسؤولية المريض هي في الحقيقة مسؤولية كاملة للأب والأم أو الشخص المسؤول عن هذا المريض ثاني شيء الملاحظة يعني ألاحظ هل هو يشعر بالألم هل هو بيضغط على منطقة معينة هل بيخبط على وجهه هل بيشد شفايفه بطريقة معينة هل في نوع من الإيذاء هل بيمسك مادة حادة وبيحطها طبعاً مهم كمان بعد الزيارة أنا أحياناً أكون حطيت إبرة بنج فتكون الشفا أو منطقة كده من الذقن كأنها مخدرة فهو يشعر أنه فيه شيء غريب فيبدأ أنه مثلاً يخربش نفسه لأنه لا يشعر بأي شيء فيستغرب هذه المنطقة فيفضل يخربش نفسه إليه ما يجرح نفسه هذا يحصل إذا ما كان فيه ملاحظة من قبل الأهل على المريض بعد الزيارة فإحنا بنقول دائماً أنه مهم جداً أنه الأهل يلاحظوا إذا كان خاصةً إذا أخذ إبرة بنج أو حصل فيه خلع فطبعاً يكون فيه كذا إبرة أنه يلاحظوا هل هو بيلعب في الجرح هل هو لا يكون تحت يدي وأيكون حطط القطنة وأيكون حطط فيه كمادات وأو إذا ما فيش على الأقل أكون أنا ملاحظة أني أنا يعني أخذ انتباهه وأشتته بعيد عن شفايفه وبعيد عن لثته وأسنانه فهذه يعني إيش باختصار الموضوع التفريش هنتكلم فيه بمزيد من التفصيل بإذن الله في الدقائق القادمة تمام هل فيه أي أسئلة في هذه النقطة دكتورة بس فرح لا لسه ما في أسئلة الأمور واضحة جداً جداً طيب إيش المؤهلات اللي يحتاجها الشخص اللي يرعى ذوي احتياجات الخاصة اللي بيجيني العيادة يعني أكيد فيه مؤهلات كتير ممكن فيه تفصيل فيها دكتورة بس ما سيد سيدة من يعني يعرف هذه الأشياء ويقدر يعلمنا فيها لكن أنا بالنسبة لي كطبيبة أسنان وفيه شخص بيرعى ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة أو الشخص اللي عنده توحد وجاي معاه العيادة أحيان كتير بناءً على ما سبق هقول أحتاج القدرة الصحية يعني أحيان لما يجي معاه أب وأم كبار جداً في السن أو يعني قدرتهم البدنية ضعيفة والابن يكون بيرفس كتير وبيتحرك كتير فهو ما بيساعدني وإحنا الآن بالنسبة للكبار ما يعني النظام الصح الجديد ما زمان كانوا يربطوهم كانوا يحطوهم كده في زي بورد كده نسموها بوز بورد ويلفوه عليها وزي كده إحنا الآن لا نستخدم هذه الأشياء الطريقة الوحيدة اللي نستخدمها هي اليد في أنه إحنا نمسك يده ونمسك رجله برفق وسهولة فإذا كان كمان عنده نوع من البدانة فهذه كمان إضافة زائدة إذا هو كان على كرسي فإحنا يعني في الإرشادات الدولية للأطباء اللي بيعنوا بالفئات من ذوي احتياجات الخاصة اللي بيكونوا عندهم بعض الإعاقات الحركية ممنوعين إنه إحنا نحركهم يعني أنا ما أقدر أشيلوا من الكرسي أحطوا للكرسي أحركوا أنا ما أقدر هذه ليست من صلاحياتي وإنما هي من صلاحية الأهل اللي جايين مع هذا المريض لعيادتي فهم بيشيلوا بيحطوا إذا معاهم أحد مساعد معاهم في ذلك فهي مسؤوليتهم هم التامة فمهم جداً يكون سلامة الشخص نفسه اللي جاي مع المريض أكون متأكدة أنه قادر أنه يساعد في هذا الشيء في حالة أنه الإبن أو الإبنة يعني ممكن ما تكون استجابتهم يعني سلسة زي ما يقولون متعاونين بشكل سلس ويعني هي إحنا نقدر نقول أغلب الحالات في حالات عندنا تكون شديدة الرفض أو شديدة يعني البيهيفير حقتهم السلوك حقهم يكون جداً يعني في نوع من المقاومة الشديدة وفي ناس لا بيكونوا جداً متعاونين لكن الأغلب بيكونوا في النص لا هم متعاونين جداً ولا هم مقاومين جداً وهدول اللي إحنا نحتاج معهم العناية ونحتاج معهم الرفق والمتعاون في إمساكهم وإمساك أجزاء من جسمهم زي اليد والرجل والرأس أحياناً نلجبين نضع اليد على الجبين القدرة الصحية الوعي الإدراكي بمعنى أن الشخص اللي ييجي معايا لا يكون جاهل ب يعني أحياناً يبعتولي الإبن أو الإبنة مع أخ أو أخت من أخوانهم وليسوا على دراية كافية بالمرض لا بمرض الإبن نفسه ولا بالدور اللي هم بيقوموا في العيادة ما هم فاهمين إش الأدوية اللي بيأخدها ما هم فاهمين هو ليش بيسوي كده ما هم فاهمين فالوعي الإدراكي لحالة المريض والوعي الإدراكي كمان لمسؤوليتهم بحيث أنه يكون فيهم الاتزان الانفعالي يعني أحياناً يجيني مثلاً للأب يقول له اجلس مظبوط لا ألتشكف ولا لا مدري إش أسوي لك يعني هذا بيوتر كل فريق العمل بيوترني يوتر الممرضة اللي معانا أهس أنه هذا عدم الاتزان الانفعالي هو يبغي يساعدنا يا حرام الأب أو الأخ الكبير لكن مش بالطريقة هذه إحنا محتاجين يكون في انضباط يكون في حزم لكن كمان في رفق كمان في عطف كمان في يعني التعاون اللي يكون في حكمة فالوعي الإدراكي للحالة العامة للمرض نفسه إذا بيأخذ أي أدوية لطبيعة الزيارة وهو ليش جاي وكمان التوازن الانفعالي للشخص هذا اللي جاي معاه مهم جدا عشان يعني لا يزيد الحالة صعوبة لا يزيد المقاومة أحيانا لما يزعج بدي الطريقة أو يعلي صوته أو كده بيزيد المقاومة عند المريض ويبدأ يرفس بزيادة ويبغي يقوم من الكرسي وبطبعا ما بتنجح عملية العلاج مهم جدا الوعي الوجداني قلنا موضوع الذكاء العاطفي نبرة الصوت كيف بنتكلم كيف بنهيئ ابننا هذا مهم جدا فلا يقركم إنه هو لا يتواصل بصريا معكم لا يقركم إنه هو يبدو عليه إنه هو ما هو مركز معكم لكن نبرة الصوت أنا وجدتها في يعني أنا الآن تسع سنوات صار لي بأمارس مع هذه الفئة بشكل خاص فبقول لكم نبرة الصوت بتؤثر بدرجة مرة كبيرة الطبطبة على المريض شعوره بالرحمة شعوره بإنه أنا هاستنى عليه يعني عندي صبر عندي طولة بال لا أتوقع منه ما أتوقعه مثلا من الطفل أو الإبن العادي إلا لو كانت هو حالته كده يعني هو أصلا حالته بسيطة والطف عنده يعني في درجة بسيطة لكن في الأغلب الحالات محتاجين طولة بال ممكن أول زيارة ما تنجح يعني ما يكون فيها علاج يكون في مقاومة شديدة بس شفناهم في تاني زيارة بيكونوا أحسن في تالت زيارة يكونوا أحسن طبعا من المهم كمان أن يكونوا نايمين في الليل مصبوط يكونوا أكلين أكل صحي كويس يكونوا فييجوا هما رايقين ما بييجوا هما متأزمين ما بييجوا هما سهرانين فبالتالي يكون يعني المقاومة عندهم أشد مهم جدا أنه أنا أفهم الحالة الشعورية أو الشخص اللي ييجي مع المريض يكون فاهم الحالة الشعورية للمريض ويعرف كيف يتواصل معاه يكون من المقربين أو معاه أحد من المقربين فدائما أقول لهم مين الأخت المفضلة لعبد الله مثلا مين الأخ المفضل لعبد العزيز خليه ييجي معاه في الزيارة لأنه هذا بيعطي له نوع من الأمان النفسي وبيخلي المقاومة عنده أقل والتعاون عنده أكثر فهذه الأشياء كلها من الأشياء المهمة جدا للشخص اللي هيجي معانا في عيادة الأسنان طيب الآن نجي لموضوع التفريش إيش الوضعية المناسبة؟ إذا كان مرة ثانية إحنا بنقسمهم لفئات بسيطة يعني المقاومة عندهم بسيطة ناس لا في نوع من المقاومة وفي نوع من المحتاجين كنترول محتاجين سيطرة عالية وفي ناس بالمرة يكونوا زيادة وفي صعوبة شديدة فالناس اللي متعاونين واللي المقاومة عندهم بسيطة إحنا بنقول هدولا ما في إن شاء الله منهم مشكلة كبيرة بس محتاج تعاون مشترك ما بين الطبيب يكون فاهم حالته والتهيئة الذهنية والأشياء اللي قلناها في الأول بيكون التجاوب سلس ومرن وجميل لكن المشكلة لما يجي للفئة الثانية والثالثة اللي يكون فيه نوع من الكمبليكيشن نوع من التعقيد أو الصعوبات اللي نجدها في التعامل معهم سواء في العيادة أو مع الأهل في البيت ففي هذه الحالة هذه هي طريقة الوقوف للأب أو الأم أو يعني الشخص اللي بيساعد في النظافة فتقف خلف الأبن تضع ظهروا على الجدار تستخدم اليد اليسرى تسند بيها الرأس أنتوا تخيلوا معايا كأنكم قدامكم لو معاكم كورة أو معاكم أي حاجة أنت بتستخدم اليد اليسرى عشان تثبته بتمسك الفم بتمسك حيث أن يكون الفم أحيان نستخدم هذه اللي هي الضغاطات الخشبية بتكون موجودة في الصيدليات يعني عشان أقدر أفتح الفم بيها وأسند الفم بيها وبعدين باليد الثانية أنا بأدخل بفرشة الأسنان وبأسند رأس الطفل على ناحية جسدي يعني كأني بأحضنه رأسه بتكون معي لجهة يدي اليسار شوية أكتر ومن الناحية اليمين أنا بأفرش له أسنانه بيدي اليمين تمام إذا كان المريض على كرسي أتأكد إني أنا ثبتت الكرسي لأنه كون الكرسي بيروحه ييجي هذا بيزود التشتيت وبيزود الصعوبة حقا أني أنا أأدي يعني تنظيف أسنان كويس ومناسب فأنا أثبت الكرسي وأتأكد إنه ثبت وبعدين أحاول أتني الكرسي يعني لوارا كده شوية عشان أقدر أشوف مزبوط بس بطريقة آمنة يعني إحنا الكراسي ده حل متطورة حقا الكراسي المتحركة ففي بعضها بيتثبت الكرسي لورا شوية فأنا أثبت الورا عشان الرؤية عندي تكون واضحة يكون مسترخي المريض وإني أقدر إني أنا أأدي تفريش أسنان وبشكل صحيح طبعا مهم جدا أقول أنه أحيانا من الأشياء المسهلة لعملية تنظيف وصحة الفم والأسنان هي الفرشاء الكهربائية نستخدم فرشاء كهربائية حقا الأطفال اللي بتكون عادة رأسها صغير وبنستخدم في هذه الفرشاء يعني أكلمكم ده حين عن مزيد من التفاصيل يعني في حالات اللي هي المتوسطة إلى الشديدة بيكون يعني أحيانا في صعوبة أنه هو يمسك الفرشاء بنفسه ففي دي الحالة أنا بأغسل يدي بأوقف أمام الإبن باستخدم فرشاء متوسطة يعني إيش متوسطة يعني في أنواع الفرش الأسنان ناعمة ومتوسطة وقاسية القاسية عادة يستخدموها المدخنين والناس اللي عندهم صبغات على أسنانهم وهكذا فبيستخدموها بصفة أحيانا كتير بتكون مؤقتة أو الناعمة جدا للناس اللي عندهم أحيانا عمليات أو عندهم يعني بعض المشاكل اللي في اللثة أو كده يحتاج باستخدموا فرشاء ناعمة لكن إحنا في الوقت العادي الطبيعي يعني حالة طبيعية عادية بالنسبة لأسنانهم وكده أنا باستخدم الريجولر أو الميديم الفرشاء المتوسطة فخشونتها بتكون يعني متوسطة أو قساوتها بتكون متوسطة بأضع المعجون سواء كانت الفرشاء كهربائية ولا الفرشاء عادية يدوية بحجم كرة البازلاء إحنا نشوف في الإعلانات كده يسووا خط بحجم الفرشاء هذا خطأ جدا جدا إحنا بنسوي بحجم كرة البازلاء وإذا كان الإبن عنده صعوبة في البلع باستخدم الفرشاء مبللة بالماء بدون المعجون وأحيانا إذا العكس يعني الإبن يبلع المعجون فأنا بأستخدم المعجون حق الأطفال بأشتري معجون الأسنان الخاص بالأطفال وأستخدمه للإبن لأنه إحنا عارفين إنه هو هيبلع مصنوع بطريقة معجون أسنان الأطفال إنه هو حتى لو تبلع إن شاء الله ما في ضرر على الجسم لأنهم عارفين إنه الأولاد الصغر ممكن إنهم هما يستطعموا شوية المعجون وكده فيقوموا يبلعوا فما بيكون فيه فإذا أنا حسب أنا أقيم الموقف إذا أنا أشوف إنه إبني ممكن يبلعوا فأنا أستخدم معجون أسنان الأطفال إذا إبني لا مواعي إنه هو ما هيبلعوا فأنا باستخدم المعجون العادي لكن بأضعه بحجم حبة البازلاء يعني 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 تقريبا مثلا 5-6 مليمتر أو أكثر أو يعني أو أقل إذا كان هو عنده مشكلة في البلع فأنا ما أستخدمها الفرشة بدون معجون يعني ما تقولوا إنه بدون معجون يعني ما هتنظف لا بتنظف بتشيل البلاك البلاك هي المادة اللذجة اللي بتتكون على الأسنان شبه صمغية كده بتلصك كل 12 ساعة بتتكون على الأسنان فعشان كده على الأقل إحنا بيقولوا 3 مرات يومياً إحنا بنفرش لكن على الأقل نحتاج مرتين يومياً لأنه كل 12 ساعة بيتكون البلاك على الأسنان فأنا مهم جداً إني أنا أفرشها وأنظفها ولو بالمعجون وبعدين سوري بالفرشة بدون معجون وبعدين أمسحها بقطعة الشاش مثلاً المبلل أنا أمسحها إذا ما يقدر يتمضمض أو عنده مشكلة في التمضمض أو في البلع أمرر الفرشة على جميع أسطح الأسنان ولا أنسى أمررها على اللسان موضوع اللسان هذا عملياً صعب يعني هذا كلام المكتوب في الكتب لكن عملياً أحياناً بيواجه الشخص المسؤول أنه صار فيه غثيان وتقيق ففي الحالة هذه أنا يعني أكون حذر جداً وممكن أستخدم الغسول حق الفم لسترين ماثواش لسترين أو أورال بي أو غيره فالمضمضات هذه إذا قدر يستخدمها وعلمت ويستخدمها ممكن هذا يعني إلى حد ما يعني موضوع اللسان هذا يعني خفب إذا أنا ما قدرت أني أفرش اللسان فأنا أقدر أني أستخدم هذه الغسولات يعني تقوم ببعض الشيء يعني لا يدرك كله لا يترك جله طيب إحنا عندنا أيضاً آه هذه جاء تاني هل لك إذا كان الإبن يستطيع استخدام فرشة الأسنان طيب لكن عنده مشكلة في القبضة نفسها يعني يده فيها حاجة في إعاقة أخرى في اليد فأنا بستخدمها إما بأحطها في هذه الشريطة هذه بتكون بتتبع في الصيدليات إنها تمسك الفرشة أو بأخليها إذا عنده ما يقدر يقبض على الفرشة كده بشكل محدد بحط فيها بحطها في كرة من كرات البلاستيكية هذه بحطها فيها أو بأجيب نوع من أنواع السلصال وأحطها حوالينها أو العجينة هذه اللي هي زي عجينة السيراميك أو غيرها اللي هي تثبت تنشف مع الوقت وسويها على شكل يد على شكل أصابع بعد أنه تثبت لما يجي يمسكها المريض يقدر يثبت يده عليها وتساعده في التحكم في الفرشة فيكون التحكم عنده سهل زي ما قلنا الفرشة الكهربائية في هذا النوع رأسه صغير فما يسبب غثيان ولا يسبب أي مشاكل يعني نحن صراحة أغلب الأحيان بنوصي بها لمرضانا لأنها سريعة توصل بسرعات يعني تقلل من المعاناة خاصة إذا في نوع من المقاومة من المريض تفريش الأسنان الخلفية مهم جدا من الخارج ومن الداخل نحن بنقسم الفك فوق إلى ثلاث أقسام الخلفية الركن والأمامية بعدين الركن الثاني بعدين الخلفية طبعا مهم إنه إحنا نتبكر الركن كثير مننا يفرش أمام ويفرش وراء وكأنه الركن هذا يعني بالبداهة كده هو هيا 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 من المنطقة من المنطقة من المنطقة في الزات ما بيكون ما بيكون ممكن فبالتالي بنخلع الدرس على طول فحرام إنه أنا أدخله في هذا كله بس لإني أنا ما انتبهت إنه أنا لازم أفرش السن من جوه تفريش الأسنان السفلية من الداخل كذلك فكل الأسطح تكون من بره ومن جوه الأسطح الأمامية من بره ومن الداخل الأسطح الداخلية اللي هي الأسنان الدروس اللي هي نسميها الطواحين والدروس الخلفية الطواحين اللي هي الصغيرة ده الدرس الصغير طاحون نسميه واللي وراء اللي هو الدرس الكبير تفريش الأسنان الخلفية من الداخل مهم جدا يا جماعة نتذكر الداخل لأنه كثير من الأهالي يجوا يقولوا لي طب إحنا بنفرش لهم أسنانا طب إحنا منتظميا طب إحنا كده لكن لما أجي أقول لهم طب جيبوا الفرشة معاكم المرة الجاية ووروني إنتوا كيف تفرشوا ألاقي أنه طريقة التفريش جدا خاطئة ما غطت أماكن مهمة ومنها تحصل يبدأ الخراجات والأزمات اللي لها علاقة بالتقرحات حتى لأنه الفرشة ما بيتصل لأماكن معينة تفريش الأسطح الطاحنة يعني الضروس الخلفية لها ثلاث أسطح من جهة الخد من جهة اللسان والسطح الطاحن اللي هو السطح اللي إحنا بنحط عليه الأكل فمهم جدا أنه ثلاث أسطح الخلفية هذه كلها نقدر أنه إحنا نفرشها تفريش اللسان مهم خاصة أنه إحنا نختلف في ألسنتنا في ناس الحلامات حقة اللسان يعني يكون فيه كأنه يعني يسموها يعني نوع من كأنه مشعر كأنه فيه شعرات يكون فيه يعني إيش يسموها يعني حويصلات أو أو تكون يعني اللسان ما هو أملس فبالتالي في التشعر هذا اللي موجود على اللسان بتدخل البكتيريا وبتعيش حتى لو الواحد فرش أسنانه مرة واثنين وثلاثة يكون فيه مشكلة لأنه بيكون فيه البكتيريا بتدخل في هذه يعني ما نعرف إيش نسميها يعني يعني حلامات التذوق هذه بتكون بارزة شوية أو بيكون فيه تشعر في في اللسان فبتأخذ الريحة بتطلع الريحة من اللسان وليس من الأسنان فكثير يقولوا طب ليش الريحة ما هي كويسة الريحة كويسة ما هي كويسة لأنه اللسان ما تفرش لأنه اللسان في بقايا طعام وفي بقايا بكتيريا كثير فمهم جدا هذا الموضوع وما ننسى طيب حاجة مهمة جدا استخدام الخيط السني الخيط السني إما يكون هذا هو الخيط ويتباعه في كل الصيدليات وبيكون عليه طبقة من الشمع بتسهل يعني تقطيعه ودخوله بين الأسنان وخروجه بدون ما يزعج أو يعبر فالطفل أو الإبن ما بيستطيع أنه يستخدمها بنفسه لذلك مهم جدا على الأهل إحنا في المحاضرات اللي يعني ما هي أونلاين ما هي كده بالكمبيوتر عادة إحنا بنسوي تدريب نخليكم تمسكوا وتوروا لكن اللي أنا هنصحكم به إنكم لما تروحوا الطبيب بالأسنان قلوا له علمنا كيف نستخدم الخيط السني مع أولادنا مع يعني أبناءنا في الطريقة الأخرى اللي هو مهو الخيط استحدثوها الآن اللي هو هذا الشكل وبصراحة هذا اللي أنا أستخدمه اللي يعني أخلي أي أحد يعني من أحبابي وأهلي أصدقائي أي أحد يسألني أنا بقول لهم يستخدموا هذا النوع لأنه هو مشدود خلاص جاهز بس تحتاج أنك أنت تدخله بين الأسنان فلو أنا هستخدم الخيط السني الخيط العادي السني طبعا ما هو خيط زي البكرة العادية هو خيط مخصوص للأسنان بيكون يعني مصنوع بطريقة معينة فأنا بألفه على الإصباع الأوسط زي ما أنتوا شايفين وبعدين أمسكه بالإبهام والسبابة فأنا بأكون حطته ما بين الإصباعين الأوسط وبعدين أمسكه أثبته بالإبهام والسبابة من الجهتين وأدخله بين الأسنان وأدخله بين الأسنان عشان كده بأقول لكم يعني الأفضل أنه طبيب الأسنان لما تزوروه هو يعلمكم عشان شوية الموضوع أحيانا مو مرة سهلة على الجميع أو ممكن تشوفوا على اليوتيوب هتلاقوا برضو مجموعة من الأفلام اللي بتوريكم كيف بتستخدموه بالضبط أو زي ما قلت لكم هذا النوع اللي هو على طول هو مشدود سهل إنه يدخل ما بين الأسنان سهل إنه يدخل العيدان الخشب هذه غير صحية ولا نوصي بيها أبدا النكاشات هذه اللي اشسموها الخلة هذه اللي بيستخدموها غير غير صحية أبدا ولا نوصي بيها كأطباء لكن بنستخدم هذه هذه هي يعني الأسهل والأملس الأملس نضع الحامل بين الأسنان نطبق بالأسنان على الجزء المخصص للإطباق من فوق يقوم إيش يدخل زي ما أنتم شايفين كده بين الأسنان ويشلي بقايا الطعام أو إذا في بقايا من البلاك بين الأسنان طبعا هذا بعد تفريش الأسنان أنا أستخدمه أو بين الوجبات ممكن أستخدمه بعد دخول الخيط بين الأسنان أحرك الخيط السني برفق للأعلى والأسفل عشان لو في شيء عالق أو ماسك يقدر يخرج بسهولة ممكن الطفل يبين لكم كأنه في ألم في أسنانه هو يعني في الحقيقة ما يكون في تسوس كل ما في الموضوع أنه في أكل داخل بين أسنانه ومضايقه جدا وهو ما هو عارف يعبر الإبن والإبنة ما هم عارفين يعبروا أنه في شيء مضايقه ومقاعد بين أسنانهم فمجرد ما أنا أسوي كده خلاص الأمور إن شاء الله بتكون سهلة فبشكل عام هذه هي الطرق الخاصة بتفريش بالجلسة بتفريش الأسنان باستخدام الخيط السبني مهم جدا إنه إحنا نشرب موية مرة كتير بعد التاناول أي شيء من المأكلات أو المشروبات خاصة إذا كنا برا البيت ما معنا فرشة أسنان ما معنا حاجة فأنا مهم جدا إنه يتمضمض أو يشرب موية على الأقل ما تقعد الأشناء منقعة كده بين الأسنان فترة طويلة بعد تفريش الأسنان بعد الانتظار نصف ساعة من تفريش الأسنان ممكن يأخذ وجبة غذائية صحية فاكهة خضروات بس بعد نصف ساعة عشان الفلورا يدلي في المعجون يكون قوى الأسنان الغذاء المتوازن مهم جدا الزيارة تكون إحنا في الحالات العادية لأي أحد بنقول الزيارة مرتين في السنة يعني كل ستة أشهر هذا في الحالة العادية لكن أحيانا كثير في الأبناء اللي عندهم توحد بنطلب الزيارة كل ثلاثة أشهر عشان يعني حالتهم بتكون حالة خاصة وبيكون عادة يعني الأب والأم حتى ما بيقدروا إنه إحنا الآن اللي بنشرحوا شيء المثالي لكن على أرض الواقع أنتوا يمكن تعرفوا أكتر مني إنه كثير من هذه الوصايا ما نقدر نعملها بحذافيرها ولذلك الزيارة بتكون أربع مرات أو ثلاثة مرات في السنة للمريض إنه يشوف الطبيب إذا فيه أي تسوس من بدري يلحقه قبل ما يكون مؤلم التسوسات لما توصل للألم معناته أنه هي وصلت لطبقة العاج وليست في طبقة المينة إحنا نبغى نرحقها ويا لسه في طبقة المينة نسوي الحشوة بدون ما يحس بها المريض التفريش مهم مرتين في اليوم على الأقل أو ثلاثة مرات في اليوم مهم إنكم تحببوهم في عمليات التفريش يعني يكون فيه كده نغم نشيد حاجة جميلة أغنية حلوة حاجة هم يحبوها يكون فيه بهجة أثناء التفريش عشان ما تكون مرتبطة عندهم بالزعيق والعصبية فمهم الأجواء هذه اللي أنتم بتعطوها لهم أثناء الرعاية للفم والأسنان فجزاكم الله خير وأنا مسعدة لاستقبال أسئلتكم جميعا شكرا دكتورة هبة يعطيك ألف عافية محاضرة إثرية استفدنا منها نبدأ بأسئلة الحضور أول سؤال من أستاذة ويد طفلي عمره سبع سنوات وأسنانه سريمة كيف أتأكد أنها ما فيها تسوس سبع سنوات بتروحي لطبيب أسنان الأطفال مش العناعي الخاصة إلى 14 سنة هو عند طبيب أسنان الأطفال وكل ستة أشهر بتنظري بتواخدي عند الطبيب الطبيب بالأدوات حقته الخاصة به يقدر يفحص الأسنان ويعرف إذا فيها تسوس أو لا فأنت لا تعتمدي على أنك أنت بس بالطالعي كده وتشوفي أنه ما في شيء أسود معناته أنه ما في تسوس بعض التسوسات أصلاً لونها ما هو أسود فبتكون بدأت وإنتي من أنت شايفتها ممكن تكون في أماكن إنتي من أنت شايفتها فمهم جداً الزيارة الدورية كل ستة شهور يذهب إلى طبيب الأسنان إذا يحتاج أكثر من كده هيقول لك الطبيب أنه يحتاج زيارات أكثر من كده تمام؟ شكراً لك كثيراً في سؤال آخر من أستاذة نسمة حضر تذكرتي أنه في بريطانيا يعطى مخدر لفحصه ليس موجود هنا كيف يمكن السيطر على طفل يتحرك؟ هذا الشيء القرار يعني يرجع للطبيب يعني أنتو تجيبوه عندي أنا أشوفه أو طبيب الأسنان الخاص يشوفه يعني لما نشوفه إحنا اللي نقرر هل هو يقدر هو ممكن يكون يرفس ويتحرك لكن أنا أستطيع السيطر عليه وأغلبهم زي كده يعني 70% من الحالات سبعة من كل عشر أطفال بيرفسهم وأطفال هم كبار بيجوا يعني 14-15 بيرفسوا وكده لكن نستطيع أنه إحنا نعالجهم نستطيع أنه نهديهم نستطيع بوسائلنا الخاصة وطرق التواصل الخاصة اللي إحنا بنتعلمها وبنتدرب عليها أثناء دراستنا وتدريبنا بنستطيع أنه نهدي فإن الأب والأم ليس يعني من تخصصهم ولا من مؤهلاتهم أنه هم يعني هم اللي حددوا هل هو يحتاج تخدير عام أو لا هو يذهب إلى الطبيب والطبيب هذا يحاول وإذا حاول ولم ينجح في هذه الحالة ممكن هو نحطه للتخدير الجزء أو التخدير الكلي التخدير الجزء اللي هو يعطى عن طريق الوريد مدازلة يعطى ويكون عنده نافذة نصف ساعة يكون ما هو تنويم بس يكون كده نوع من يعني كأنه نعسان يكون وتهدية يعني فوان اشتغلت في هذا الوقت إذا كان حالة جدا مستعصية بندخله تحت التخدير العام فيعني هذا الشيء اللي يحدد هو الطبيب لما يفحصه الطبيب هو اللي يقدر يقرر هذا الشيء ممكن يحصل ولا لا ممتاز طيب في سؤال آخر من أستاذ إيمان ما هو السبب أن الطفل يجز على أثنانه أثناء النوم والله في أسباب عديدة أسباب عديدة جدا يعني بعضها نفسية بعضها لها علاقة بالمشاهدات اللي شافها إذا هو بيلعب ألعاب إلكترونية والآخره بعضها لها علاقة بتركيب الفك يعني عضويا هو عنده مشكلة في الفك أو حاجة بتخلي هو يعض على أسنانه بطريقة مهي مزبوطة فمن اللي يقدر يحدد لازم تودوه للطبيب والطبيب يكشف عليه ويشوف إيش السبب بالظبط فين منشأ العادة اللي ما هي إيجابية طيب إذا تسمحي لأحب أضيف على الأسنان بحكم أني طبيبة أطفال في الاضطربات الليمائية طبعا ولو الله يسلمك نقص الحديد فقرة الدم طيب لما يكون الحديد عندهم يسبب لهم هذه الحركة أو الصوت اللي اللي سمعوا أثناء أنهم نقص الحديد نقص الحديد الأنيمية نقص الحديد فنتأكد أنه الحديد ومخازن الحديد في الدم سليمة نعم نعم السؤال الآخر من أستاذة لطيفة ولدي متلازمة دام عمره سنتين الأنياب مرة متعبته له أكثر من أربع شهور يتألم منه لدرجة أنه ما يأكل هل يحتاج أدوية أو دكتور أسنان يساعد اللثة بفتحه مثلا طبعا طبعا ليش مستني أربع شهور يا أستاذة لطيفة على طول من أول ما تطلع الأسنان لازم تروحوا لطبيب الأسنان أول ما تطلع الأسنان في الفم لازم زيارة طبيب الأسنان يحط له فلورايد يحط له واقي للتسوس عندنا مواد جميلة جميلة يعني يحط له واقي للتسوس يحط له فلورايد يقوي الأسنان هادي فقبل ما يوصل لهذا وهو ألمته تعبته لازم توضي لطبيب أسنان الأطفال نعم ممتاز طيب أستاذة سما تشكرك دكتورة على المحاضرة الجميلة بتسأل طفل عمره خمس سنوات وسبع شهور إذا صح يا أستاذة سما العمر أبغى أدوية أو عفواً أبغى ودي دكتور أسنان فنتن صحيني هو طفل توحد في أطباء أسنان الأطفال خاصة اللي متخصصين في الأطفال ذا والاحتياجات الخاصة في العديد من الزملاء حقيقة منهم الدكتور أكرم قطب في عيادة الأوركيد في الدكتور عهود سجيني أعتقد في العيادات الأولى هم بتعاملوا مع الأطفال ذا والاحتياجات الخاصة وفي طبعاً في الحارس في الجامعة عندنا في جامعة الملك عبدالعزيز يعني إذا عندكم ملفات في العسكري أو في الحارس أو في الجامعة أو الأمن كلهم عندهم أطباء أسنان أطفال بيكونوا مختصين يعني يكون فيها أحد متخصص للأطفال ذا والإعاقة تمام أحب أضيفة على كلامك دكتور إحنا في جامعة الملك عبدالعزيز عندنا برنامج خاص لضرابطه في التوحد نعم قسم طب الأطفال وقسم طب أطفال الأسنان جميل جميل مع الدكتورة ديمة فارسي يمكن صح أو مين دكتورة ديمة دكتورة هيبة دكتورة فارسي من بداية التشخيص وعلى حسب شدة التوحد إيش السلوكيات اللي ممكن نجهزهم فيها لزيارة طبيب الأسنان جميل جميل هم بعد كده بعد هذا السن لما يبدأوا خلاص في المراهق اللي هي على سن 13-14 هم اللي بيبدأوا يتوجهوا إلى عيادتنا هو السؤال اللي يلي دكتورة هل تستقبل حالات توحد بعمل 13 سنة وفين عيادتك يا دكتورتنا الرائعة الله يبارك فيك شكرا لكلماتك الجميلة إحنا عندي عيادة في الجامعة جامعة الملك عبدالعزيز نستقبل فيها هو إذا بدأ الأسنانه يعني في أطفال بيكونوا متأخرين شوية ما يكون بدأ الأسنانه إذا ما بدأ الأسنانه فهو لسه في عيادة أسنان الأطفال إذا بدأ الأسنانه صارت أسنانه أسنان كبار إذا ما تعرفي وديه للطبيب أسنان أطفال هو هيقول لك إذا هو بدأ الأسنانه هيقول لك ما عليه شهادة خلاص ما هو تبعي فهتجي بي عند عيادتنا وهنشوف عندي عيادتي في جامعة الملك عبدالعزيز مستشفى الأسنان وفي عيادة خاصة في بيوتيفيا في شمال جدة اسمها بيوتيفيا وممكن بعدين تاخدوا الأرقام حقتها أو تحطوا في جوجل هتطلع لكم بيوتيفيا بإذن الله أستاذا نسل تسأل عن كيفية فتح الملف معك يا دكتورة بس بتجيبوا الهوية الأصلية وبتجيبوا تقرير طبي محدث يعني ما هو من سنتين ومن ثلاث سنوات لا شي جديد بحالة الطفل وبتيجوا على طول إلى الاستقبال الرئيسي في مستشفى الأسنان الجامعي في جامعة الملك عبدالعزيز وبتفتحوا ملف ما في أي يعني الحمد لله الأمور ميسر جدا ما في أي مشكلة تمام الحمد لله للسعوديين ولغير السعوديين أيضا مدام الإقامة سارعة المفعول مدتها أكثر من ثلاثة أشهر طيب أستاذة سما برضو بتسأل هل من الطبيعي لأطفال التوحد أنك تسمع صوت حك سنونهم في بعض هذا الإجابة عندك دكتورة بس صحيحي أستاذة سما بحكم الإطرابات الحسية اللي عندهم أي مؤثر حسي أو معزز حسي بعض أطفال التوحد يحبوا يعملوا هذه الحركة كاستشعار بالإحساس أو بالبيئة أو بال بالفم وبالأسنان فيهم طيب أول حاجة لازم أستبعد أنه ما تكون في مشاكل فقر دم أو أنيميا وزي ما قالت دكتورة هيبة ما تكون في عيوب خلقية في الفك أو مشاكل في تركيبة الفكين في الفم طيب أوكي هل في أي أسئلة أخرى تمام يبدو لي أنه جميع الأسئلة جاوبناها دكتورة أنا عندي سؤال يا دكتورة أنا صراحة شدني كونك فريق مدرب معتمد في الفريق الأولمبي الطبي الدولي في الأولمبي الخاصة نعم ممتاز يا لت تعطينا تفصيل أكثر نسمع عن تجربتك معهم والله شوفي هذه كانت تجربة يعني غنية وفرية وجميلة جدا جدا هذه الأولمبي الخاصة زي الأولمبي العالمية التي تسمع عنها فريق قلة السلة كرة القدم كرة مش عارفة اليد السباحة الجنباز الأشياء لكن لذوي الاحتياجات الخاصة من كل الفئات فهذه بتتعامل كل أربع سنوات تقريبا في دولة من دول العالم فكانت قبل سنتين في الإمارات فقدرنا نشارك فيها كمتطوعين بيجوا الأطباء من كل أنحاء العالم أحسن الأطباء ويسووا الأسنان اللي هم المشتركين في هذه الأولمبيات من كل أنحاء العالم يعني بيكونوا يعني كان عندنا من مية وسبعين دولة حول العالم جو ومشتركين في هذه ودول بعضها ما عمرنا سمعنا عنها أبدا وبعضهم جو حالة أسنانهم جدا ضعيفة وكنا نسألهم طب أنتوا ليش قاعدين قد كده كانوا يقولوا وإحنا لا نستطيع أن يعني يعني ما عندنا المادة الكافية الفلوس إنه إحنا نعالج أسناننا في بلادنا وهم بيجوا برعايات يعني الحكومية للأولمبيات يلعبوا زي كده إقامتهم وكل شيء بيكون يعني تحت رعاية من حكوماتهم فبالتالي حتى علاج أسنانهم بيكون بنكشف عليهم بنسوي لهم الكشوفات اللازمة وبنعلمهم على الأغذية المناسبة بنسوي لهم كده دورة خاصة في مجال الأسنان وبعد كده بدأت كمان حقون العيون جو قالوا إحنا كمان نبغى نكشف على عيونهم وفي ناس حقون الأذن كمان فاكتشفنا ناس ناس أعطوهم سماعات مجانية أعطوهم نظارات مجانية كل شيء مجاني بيعطوهم إياه فكنا نشوف يعني قصص بطولية لو أنتو دخلتوا على الأولمبيات الخاصة اسمها كده والله جدا 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 مؤثرة واحد كان أول مرة أكتشفوا يعني شافوا الصمم حولوا على المستشفى الراعية لأنه بتدخل فيها مستشفيات ورعاة وزي كده وسولوا له عملية وأول مرة في حياته يسمع تخيلوا وأول مرة في حياته يعني يعني مثلا أنه هو يشوف حتى بعضهم واحدة من العيون كانت مصابة وكانت يعني فيها التهاب شديد وكذا لكنها يعني ممكن أنه يتتعالج وفعلا عالجوا فيها فشفنا حالات من الإعاقات المختلفة من الدول المختلفة والحمد لله رب يسر وعالجناهم والجميل جميل أنه فريق تطوعي كامل كان فيه 23 ألف متطوع في هذا الحدث لك أن تتخيلي والأطباء من كل بلاد العالم جاي معاي دكتورة ألمانية دكتورة تانية من هارفورد دكاترة جايين كله متطوع ما في أحد من تذكرتهم لأقامتهم لكل شيء هدول الأطباء جايين متطوعين لكن نفسهم اللعيبة نفسهم جايين كان فيه الحمد لله من المملكة وفريقنا فريق المملكة فاز ببطولات وفاز بقؤوس ما شاء الله تبارك الله فبعضهم داون سندروم بعضهم توحد بعضهم فأنا أحب شكراً على سؤالك دكتورة بسمة أحب جداً أني أقول لكم أنه أنتوا تقدروا تنموا القدرات حق أولادكم يعني واحد من ذوي التوحد كان هو المركز الأول عالمياً في السباحة وأخذ أكثر من 18 ميدالية عبر العالم في المسابقات في السباحة ما شاء الله تبارك الله فأنتوا تستطيعوا تستطيعوا أنكم تدعموهم وتحسسوهم بهذه الفرحة ويدخلوا في المشاركات والمشاركات نزيهة يعني ناس شبههم وكل الهدف منها أنهم يشعروهم بالاحتواء والمشاركة وأنهم يدخلوا في مثل هذه النشاطات كانت تجربة أنا بالنسبة لصراحة رجعت وأنا مليون في المية كده عندي حماس ونشاط وحب وكل المشاعر الجميلة من المواقف الملهمة اللي شفتها من الأهالي من المدربين اللي معاهم من نفسهم هم الفئات المختلفة من ذوي الاحتياجات الخاصة كانت تجربة صراحة مرة رائعة والحمد لله أني أعتمد كطبيب دولي فيها إن شاء الله إذا حين طبعا جات موضوع الكوفيد والأشياء هذه قفلنا بس إن شاء الله إذا الأمور صارت هنرجع تاني للأولمبياد العالمية وكده جدا جدا أحمسكم الاشتراك في الفريق الخاص بالمملكة العربية السعودية وإنكم تشاركوا في هذا الشيء سيكون إضافة نوعية لأبناءكم لكم أنتو شخصيا وشي طالع باسم البلد كمان شيء جميل يعني شيء تجربة مشرفة جدا صحيح جدا ما شاء الله تبرك الله الله يكتب أجلك دكتور وإنكتب أجنف ميزان حسن عاتي كرب طيب ما شاء الله وإحنا بالتكلم جات كمان أسينة إذا تسمحي لنا ويسمح لنا وكتي تقريبا ثلاث أسينة فضل طيب أستاذة فاطمة بتسأل ابنها عمره 15 سنة والأسنان الأمامية بارزة أو متقدمة ويحتاج تقليم من تنصحيها تراجع وتودير لها هو عنده توحد ولا دعم ما كتبت إشه التشخيص هو حسب حالته حسب تعاونه إذا هو متعاون جدا توحد بسيط توحد بسيط إذا توحد بسيط عادة بيتجاوب مع طبيب التقويم طبيب التقويم أي طبيب تقويم ممكن يشوفه ممتاز هي المشكلة بس إذا كان من النوع المقاوم في هذه الحالات ما بيرضو أطباء التقويم يعني ما بيكون لهم علاج إذن أي طبيب تقويم نعم نعم يشوف الحالة طيب أستاذة سميرة إيش الحل لضرس طاحل طلع في مكان خاطئ لأن الضرس القديم ما خرج من مكان وما زال موجود بيتروح للطبيب الأسنان بيخلع الضرس القديم فعادة إذا الطفل يعني الساعة صغير بيرجع بشكل طبيعي سبحان الله بيرجع السن لمكانه أو إذا بعد مرة كتير قد يحتاج تقويم عشان يرجع لمكانه بس لازم فورا يعني بكرة تروح توديه لدكتور سميرة يا أستاذة سميرة بكرة لازم يشوفه طبيب أسنان آخر سؤال هل المطمضة آمنة لو الطفل بلعها بشكل خاطئ أنا قلت لكم أنا مانيتة خصوصي أطفال يعني أنا ما هو أطفال للكبار يعني أنا بس للكبار فبالتالي يا أنا لا أعلم فقد أفتب إيوه فبالتالي ما عندي لكن اللي أنا أقوله إنه إحنا للكبار اللي ما هيبلعوا إحنا بنعطيهم المضمضة إذا هيبلع لا ما بنذيهم مضمضة بنقول لهم يعني نحنقول للأهل حطوا كأس في الغسول هذا المخفف وبشاش بتخلي الشاش كده يبتل بالموية وتمسحيله على أسنانه وبالتالي هو بتستقيد اللثة والأسنان بدون ما يعني ياخد يتمضمض فيها إذا ما كان يقدر يتمضمض تمام شكرا جزيلا دكتورة هبا شكرا لحضورة الكريم شكرا لجمعية خطى التوحد لتنسيق هذا المحاضرة أنا كشخص استفدت منك دكتورة هبا الله يحف ألف عافية ونلتقيكم إن شاء الله في محاضرات قادمة تصبحوا على خير أزاكم الله خير شكرا دكتورة بسمة وشكرا لإثرائك وإضافاتك الجميلة والتفاعل الجميل من الجهور ويعني حرصهم على أبنائهم الله يجزيهم بالخير ودائما يعني حريصا أذكرهم بتجديد النية اللي هما بيأدوا أنا أعرف قد إيش فيه جهاد وقد إيش فيه مصابرة الله يعطيكم العافية اللي أنتوا بتسووه هذا يعني في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله هو يعني البركات تحل عليكم على بيوتكم الطيبة باللي أنتوا بتسووه جزاكم الله خير وإذا تحتاجوا أي شيء أنا في خدمتكم وأهلا وسهلا بيكم في عيادة شكرا لكم شكرا لخطة التوحد ولكم جميعا أمزيكي ألف عافية شكرا جزيلا بإمان الله بإمان الله